اشتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا وذلك على همش عمال القمة الثامنة عشر لحركة عدم الانحياز المقرر عقدها في الفترة من الخامس والعشرين حتى السادس والعشرين من اكتوبر الجاري بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان وخلال الاجتماع أشاد معالي وزير الخارجية بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين وماليزيا بفضل حرص البلدين على تطوير مختلف أطر التعاون الثنائي والتواصل والتنسيق المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشرك وما يتوفر للعلاقات بين البلدين من فرص ومقاومات كبيرة للمضي بها لآفاق أرحب على المستويات كافة من جانبه عبر معالي السيد سيف الدين عبدالله عن اعتزاز ماليزيا بما يربطها من علاقات قوية مع البحرين وحرصها على الارتقاء بها بما يلبي التطلعات المشاركة للبلدين والشعبين الشقيقين منوها بما تطلع به البحرين من دور مهم وما تبدله من جهود كبيرة لأجل تعزيز الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر